وهي الضرفية صعبة لانه نهاية المسيم المسيم تقريبا هذي ثلاث اسابيع اللاعبين يعني الاعداد كيفاش غادي يكون الاعداد دي المجموهة خاصة كانت الفطرة دي العيد اللاعبين اللي اخدوا فطرة دي الراحة وغادي يرجعوه السعدات كيفاش هيكون. انضان بانه الامر هيكون صعيب شوي على اللاعبين لحس العوان. انضان مباراة فغادي تكون قوية لانه تدير بي دائما تكون قوي وغا تكون مباراة حبية تكون مباراة قوية. اه فارق الراجع البيضاوي يخرج هذا الموسم يعني ما مددته شي لقاب. فارق البيضاوي كذلك. يعني هذو كلهم امور يعني في عقلية دي اللاعبين في عقلية دي المسؤولين في عقلية دي الجمهور في عقلية دي التقم تقني. يعني كل واحد بغي يدير نتيجة ايجابية اللي تخليه انه ينهي على الاقل الموسم بالتأهل لنهائي كأس العرش وتتعرف مباراة دي الكأس العرش على دي المغربية فهي يعني عندها واحد قيمة كبيرة. اه تنتمنى انه تكون مباراة في المستوى اللي تلاقي الجمهور دي الدار البيضاوي جمهور رجع جمهور الويداد وتلاقي بالويداد وتلاقي بفريق رجع ابيضاوي. والرميح الاكبر هو انه نشوف واحد مباراة في المستوى. اه نشوف الجمهور الدخول دياله والخروج دياله يكون في المستوى. وكذلك يعني اه اه تقم ديال التحكيم يكون في المستوى باش نشوف اه واحد مباراة التوقيت دياله هو صعب. وحتى حتى التوقيت في الساعة الخامسة يعني وفه فوق ديال الحرارة يعني كان انه نتفادوا هاد التوقيت لانه يمكن انه نشوفوا يعني اللياقة البدنية اللي غادي تتغلب على اللاعبين. تنتمنى انه تكون مباراة في المستوى او اللي ينتصر في هاد المباراة الا ونشجعوه ونقولو ليه مبروك. تقدر يكون واحد مجهود ديال اللاعبين. يعني صعيب انه كيف قلتي قبيلا تكلمنا كتير على هاد النقطة. اه يعني التوقف ديال البطولة يعني والراحة اللي اخدهوا اللاعبين نقدروا ونشوفو نشوفو واحد مستوي يكون يعني في عشرين دقيقة الاولى او عشرين دقيقة الاخرى يعني ما تقدرش تحكم. ولكن باش تشوف ريتم في مباراة كاملة ارى اه يعني مستحيل. يعني مستحيل لانه اه هدا عين ديال الكرة في الكرة اللي انا ما يمكنش انه مدة طويلة توقفات البطولة ومدة طويلة لانه اللاعبين ما 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 تدربوش حتى انه تبغي تلعب ماتش يعني اعداذي باش توجد المباراة ديال الكأس يعني التفرق يعني مكينة كل شي مرتاح يعني صعيب يعني صعيب باش نشوف واحد ونقدروا نشوفوها بلحظة ولحظة يعني تشوف المباراة ارتاب على المستوي ديالها او تاني تنزل المستوي ديالها دولة غادي نقدروا نشوفوه في هذه المباراة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة